هناك في علوم اللغة ما يعرف بالسياق اللغوي ولكن ماذا يعني السياق اللغوي؟ باختصار هو ورود مصطلح معين في سياق محدد يمنحه بروزا وانتشارا في المعنى التداولي أو المستخدم بين الناس سأعطيكم مثالا مصطلح لا سمح الله نسمعه ونستخدمه عشرات المرات بشكل يومي لكن أمس كان له سياق مختلف منحه معاني متعددة حين استخدمه الناطق باسم كتائب القسام أبو عبيدة استمعوا معي إلى السياق الذي ورد فيه إلى زعماء وحكام أمتنا العربية نقول لكم من قلب المعركة التي تشاهدون ولا شك تفاصيلها عبر شاشاتكم إننا لا نطالبكم بالتحرك لتدافعوا عن أطفال العروبة والإسلام في غزة من خلال تحريك جيوشكم وذباباتكم لا سمح الله مشاهدينا كلمة أبو عبيدة وردت في سياق رفع الحرج عن الأنظمة العربية فيما يتعلق بتدخلها العسكري لوقف العدوان المستمر على قطاع غزة وقد تداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي على نطاق واسع لتتصدر ترتيب الأكثر تداولا على موقع إكس في أكثر من دولة عربية لكن رواد مواقع التواصل الاجتماعي لم يكتفوا بفهم رسالة أبو عبيدة بمعنى واحد لنرى كيف تفاعل المتابعون مع لا سمح الله يقول رامي ما المقصود بكلمة لا سمح الله بمعنى حاشة للمتآمرين أن يدافعوا عن هذه القضية ويأخذ شرف الدفاع عنها أبو عبيدة للتربية والتعليم أما حسام فيقول سيسجل التاريخ هذه الكلمة في وجه جامعة الدول العربية مجتمعة وسيكتب التاريخ أن غزة وحدها دافعت عن شرف العروبة أما يوسف فيقول أبلغ أهل الأرض جميعا صبته فصاحة وصوته فصاحة أيضا شاد تقول سبحان الذي منح هذا المجهول هذه الهيبة ومنح كلمة لا سمح الله رزقها بأنصاقها على لسانه إذن رفع أبو عبيدة الحرج عن الأنظمة العربية ولم يطالبهم بالتدخل فماذا طلب منهم؟ هل وصل بكم الضعف والعجز أنكم لا تستطيعون تحريك سيارات الإغاثة والمساعدات الإنسانية إلى جزء من أرضكم العربية الإسلامية الخالصة رغما عن هذا العدو المهزوم المأزوم فهذا ما لا نستطيع فهمه وتفسيره منذ بداية الحرب لم تتمكن أي دولة عربية من إدخال مساعدات كافية للقطاع رغم تكدس مئات الأطنان من المساعدات الإنسانية على معبر رفح في مصر وفي مطار العريش الدولي رغم تكدس مئات الأطنان من المساعدات الإنسانية على معبر رفح